اخوان اصحاب عليكم اتمنى من الله على الفيديو ايقالكم الف خير تحياليكم بزاف شكرا للناس الذين يدخلوا في القناة شكرا لكم بزاف اليوم سوف نعطيكم واحد الفيزا سهلة اي واحد يقدر يأخذها ولكن درور قد يكون عندك واحد الواطئي قد يكون الواطئي مهمين باشك تحصل على هذه الفيزا هذي كل ذلك لا يوجد طالب ازاي بالنسبة للدول الاخرى بالنسبة لانسبة لانسبانيا او ايطاليا او فرنسا بالنسبة لدوله هذه الفيزا سهلة واذا ايها هذي هذي الدوله اي اخوان توجه في الاوروبا الشرقية سلوفانيا هي هذي الدوله معروفة بالنسبة لاني ايطاليا و اوما بين كرواتيا هذي الدوله هذي الأغلبية اللي يمشي الان السياحة بالنسبة للرد أو لا يعطون الفيزا بالنسبة للإسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا هذه الدولة تمنح لك تأشيرها لكي تسافر لعندها واحد القاعدية بالنسبة للإخوان دبعا حاليا راكين ضغوطات بالنسبة للمواعيد يعني باش تتحدثوا لكي تشاركين واحد الضغط يعني حاول ديما تأخذ واحد دول اللي معلنوا لكي تضغط بحل الدول الأوروبا الشرقية كين يشي دول اللي من حولك الفيزا وكتكون يعني سهلة ماشي بحل الدول الأخرين يعني دول الأخرين يكون واحد الاكتداد بزاف وكيكون واحد طلب بزاف يعني كل شيء يبغي صافار يعني بالنسبة للرسل الأمليفات يعني كل شيء يبغي خراج كل شيء يبغي صافار زائد الناس اللي اخدامت الماء في البيع وعشراء يعني الكوميرس يعني بزاف تحويش باسم الإخوان الدولة هذه السلوفانيا من الدول اللي كتتعد يعني من السياحة ديالها وبالفيزا ديالها تقدر تدخل بها تتخل بها الاتحاد الأوروبي يعني يرى هتيا فيزا شينجل وكتسمح لك بالفيزا ديالها تقدر تدخل الاتحاد الأوروبي يعني غير تدخل يعني إطاليان والدول اللي مجورة لإيطاليا بالنسبة للإخوان سلوفانيا يعني بالنسبة للإخوان سلوفانيا الأوراق اللي كي يطلبوه أو الوراق اللي كي يخصوه وضرار أوراق رسميكوا لك في حالات خصي عندك أول حاجة هو خصي عندك شهادة ديالعامل بأنك خدام شهادة ديالعامل رحب حالة بحالة الواطئ يعني أخرين شهادة ديالعامل كي يجيب لهم واحد شهادة بأن عندك واحد الخدمة ديالك سمحت لك بالخروج يعني غبشي سياحة عندك الكوشوفات الحساب أخر كوشوفات يعني إيش حدث لك في الصالير ديالك عندك واحد ورقة ديالتأمين هذيك الناس اللي معارفت ديالورقة ديالتأمين سير غير البنكة ديالك رغادة تصوبها لك وعندك حاسط طيران يعني ذهاب وعودة ضروري خاص يكون حاسط طيران ولوطيل لوطيل الإخوان ما تديروش وهمي لوطيل ديرو حقيقي وهذيك الوطيل هذيك حقيقي خاصة كذلك البلاسة اللي في دولة السلوفانيا تسول على اللوطيل في نجا وحيد لاش حين تقطع من المغرب لسلوفانيا اللوطيل يعني كتجيب واحد ورقة حقيقية يعني هو من كتاب بيو بأنه بوالا راه بريمو راه لوطيل مقطع بالسبب لأخوان كي تديرو أحد خاطئ لأخوان اللي ما عارفينوش بأن الفيزا كي يخذو فيها سبع يام آفون كي يخذو فيها شهر وهلا حسب على حسب البنكاش حال عنده ديال الفلوس لا اللي بغى الفيزا يخد غير سبع يام أو خمسة عشر يوم هلا حسب الفلوس ذلك عندك في الفلقون ديالك وحالة خمسة المليون وانت عارف فرص غادي دولة أوروبية والعملة ديالها بنسبا للدول السولوانية يتعاملون غير عملة ديالهم العملة السولوانية يعني كي تتعاملوا به عملة أخرى يتعاملون بالأورو ولكن قليل لا يبقى عملة ديالهم لأنه في البلد كثير من للدول في البلد اخوان نعود للموضوع ديالنا بالسبب للفيزا خود غير سبع يام لا تخذ نحن بغير خمسة يام أو خمسة او خمسة يام أما تخذ شهر وانت عنديك حيث تكون هناك الكثير من المتعجين لماذا لا يتحدث بشكل الهجر كأنه لا يتحدث بالموضوع وإذا كنت ترى موضوعه لديه المبلغ وهو يريد فيزا الشعري يعني هذا السيدة يريد أن يحرق فيزا بالعربية يعني إنسان كل شيء يريد أن يستطيعون في سيحة أو هجرة يعني بشيء يحق ذاته أو يخدم أو يريد أن يتحدث عن حول الحجر ولكن الوراق يكون مطبوع طيلا يعني كثير من المناس كانوا من شديد العمال كانت فتوكوبيد الكارت ناسيونال كانت ورقة الوطيل وكانت ورقة طيران يعني شي تكون حقيقية ذهبا وعودة وكانت الفندق بالنسبة للمزوج سيجيب للمزوج عفوان سيجيب للمزوج عنده شي اطفال يجيب للمشاهدة الخلق بأنه عنده اطفال يعني اي ورقة يجيبها لهم عنده فيازات قدام سيجيبهم لهم اي ورقة عندك تتبت بأنه عندك الحق تسافر لدولة السروفينية مزيانة لأن هذه الوطاق يعني في طلاب ديالك لتأخذ الفيزا بالنسبة للمزوجين الذين يخرجوا ويدخلوا بزا فعندك يكون محضوظ لماذا سيقول يدخلوا ويدخلوا ويدخلوا لا يحرك الفيزا فهمتنا هذا الشي اللي أريد أن أقول لكم بالنسبة للمزوجين الورقات التي ستجمعهم سيجيبون سيجيبون كيف يت pasti تتب Standing يسرون تتابع الشيء وعندقائم تدخل الجبر وس 1954 وس لماذا تكون للس pulling وذلك فل تفضح الماء �!'- فالرد يكون 15 يوم إذا كان لديك دوسهم جيد 15 يوم يأتيك الرد إذا تعطلوا عاود سول رغم ما يقولون لك ما يخالصك شيئا أو ما زال بقي طلاب في طور المعالجة بسبب الإخوان سأعود أن أقولها لكم بالنسبة لكي يأتيون أسئلة تقريبا المبلغ الفيزا 80 أورو تقريبا المبلغ الفيز كامل هم سلوبانيا يخلصون 80 أورو معروفة 80 أورو في أي فيزا يعني معروفة يعني بلا ما تدوخة 80 أورو غير الباسبور لا يكون قريبا يكون في أقل بأحد الشهر على الأقل يكون بقيم جيد فعلات الشيئين بالنسبة ل فعلات الشيئين أتمنى الله توافق الجميع فيديو كان اليوم خفيف على دولة سلوبانيا بتوافق الجميع غير هو الواحد من جمع الدوسي يقدم جيد و يدير أحد المعاين على الدوسي و يدفع طلاب و يدفع طلاب على توافق الجميع بأتي أنت من كرواتيا و سربيا و أحد إلى الدولات المجاورة و أما تنتهي لإنتحاد أوروبي و يعني لديه فيزا بالنسبة لدول أخرى تلاحظ المعاين أو في أوروبي اصلافي pana اشتركوا في القناة لذا ستكون المروج جيدا لتكون مؤهل لتأخذ الفيزا اذا لم يكن المروج جيدا لك لذا يكون المروج جيدا لكم صافر اخوان مهم تحيان لكم تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله وان شاء الله سوف نقوم بإمكانكم فيديو على دولة رومانيا بالسبب لكي نتأخذ الفيزا رومانيا بالنسبة لكم التعاليق سوف نحاول نجاوز التعاليق يمكنك التجاوة و تسمح لكم و يمكنك التجاوات اذا كنت ترى الفيديو و يقوم بإعجابه سأخذ أخوان شكرا على الناس الذين يقعون في القناة شكرا على الناس الجزائر و تونس و الدول العربية و الناس و المغاربة الذين يملكون في دولة اوروبية تجدوا الفيديو جديد ان شاء الله